السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا بكم في الحلقة التانية من دروسنا عن امن الحرائق الفاير سيفتي. الحلقة الاولى عملنا فيها كانت قصيرة جدا وحكينا فيها يعني اي كود ويعني اي ستاندرد. على اساس ان كلامنا هنا بنحاول نخليه شوية اكاديمي. صحيح بنتكلم بالعمية وبنبعد كثير عن مصطلحات تانية متعامل بمتعرف عليها. لكن المقصود والهدف احنا قلنا بنبني ثقافة جديدة. وعايزين نوصل للجميع. الحلقة اللي اتكلمنا فيها عن الكود والستاندرد اللي هو المعايير والمواصفات وكده. الفي اي عندهم اكتر من اممكن اه متين وخمسين كود وستاندرد. اهمهم اللي قدامنا دوت اللي هو الفير كود رقم واحد. وعندهم المية وواحد لايف سيفتي كود. اه عندنا كمان الفي ستا. اللي هي الانترناشنال فير سيرفيس اه ترينينج اسوسياشن. دول اه الاوشا عندهم كل ما هو ستاندرد. مش بنتكلم على الحريق بس لما نقول اوشا ينبقى مش الحريق. يبقى ستاندرد في اي شيء. اه عندك الان كمان انجليز الاوروبا يعني دي اللي هي المعايير برضو. البي اس اي البريتش ستاندرد والاي سي اي سي. نشوف يا سي دي. احنا نرده هنتكلم عن ايه? عن الحرائق وانواعها. مش هتحصل الا بتوافر تلات عناصر الاكسجين ودرجة الحرارة موجودة في كل مكان. وعندك الفيول او المادة القابلة الاستعادة. اللي هو مصدر الحريق. السورس. وتجمع التلاتة دول. في حاجة اسمها الفاير تريانجل اللي هو مسلس الحرائق اللي قدامنا ده. والنار اللي في النص المسلس دي هنا هنسميها كيميكال ري اكشن. سلسلة التفاعل الكيميائي. ده تفاعل الكيميائي بيحصل. ده اللي بينتج عنه الحريق. يعني الاكسجين ده موجود في الهواء بنسبة اه عشرين وخمسة وتسعين في المية بالزبط. والاكسجين ده واحد من اضلاع مسلس الحريق. درجة الحرارة دي بيقى بتيجي طبيعية. بتيجي من احتكاج. بتيجي شكل من اشكال الطاقة يعني. ايه الاسباب الاشتعال? اهمال وسوء استعمال وزواج طبيعية والتعمد. النواتج الاحتراق بيحصل ايه? نواتج الاحتراق بربنا يكفينا شرها يعني. دي بتسبب مشاكل صحية كتير جدا. ازاي بقى طف الحريق? اعمل اطف الحريق بالمثلس زي ما شرحنا من دقيقتين. مسلس الحريق الاضلاع التلاتة. حرارة اكسجين وخود. لو قلنا اكسجين يسبب الاشتعال في وجود العنصري الدنيا. طيب نشيل الاكسجين مش هيحصل حريق. هنا بيسموه طريقة الاطفاق بالخنق. دي تخنقه تشيل الاكسجين من المكان ما يحصلش حريق. تمام? ولو قلنا على موضوع الحرارة كمان الحرارة بتسبب الحريق في وجود الاكسجين والوقود. شير الحرارة ازاي عام نشيل الحرارة بالتبريد. ماشي? تبريد بقى بمية تبريد بقى اي مادة سموها ايجن. شلت الحرارة او نزلت الحرارة عن درجة اشتعال المواد ما بتحصلش حريق. والضلع الثالث اللي هو الوقود اللي هو المادة المشتعة لنفسها. تعمل لها تعزلها تبعدها تشيلها من المكان. يبقى انت كده ايه? مش هتخلي الحريق يكمل. بس ما تشيل الوقود هنا بيسموه الطريقة ايه? تجويع. انك تجوع النار مش لاقي اللي تاكله عزو بالله رب. نروح على عشان نتعمل الحرارة لازم نتصنف الحرارة. الحرارة الفئة الف وبيه وجيم ودال. وهنشوفها دلوقتي. اتصنفت الحرارة على اساس المواد المستعلة المتسببة في الحريق. ده يعني ربنا خلق المواد صلبة وسائلة. وغزة المواد الصلبة لما يحصل الحريق. بسببها دي بيسموه حريق ايه? الف. كلاس ايه. دي بتتبرد ازاي? بتطفيات المية. تمام? زي ما قلنا اه اه تبرد. فتشيل الحرارة من ضلع المسلس. به دي خاصة بالحرارة المسؤولة عن السوائل والغازات. الغازات المسلسة الناس عندها غاز طبيعي وهو. الجاز والديزل والبترول والشحم والزيوت. دي كلها حرائق فئة به. كلاس بي. والكلاس سي حرائق المواد الكهربائية. اجهزة كهرباء كمبيوتر تلاجة غيره. محاولات ايا كان. والدي اللي هي الدال دي مواد معدنية لخبر الاشتعال زي دي بتكون في المعامل الضخمة والمصانع زي الماغنيسيوم والبوتاسيوم. لازم يعرف الاسماء دي بالانجليزي. كلاس اي كلاس بي. كلاس اي كلاس دي كلاس اي. وف وك. اه ليه هنملون الاسماء دي? الاي دي مش موجودة في الكود الامريكي. تمام? الدي سابتة في الامريكي والبريطاني. الاف والك هما نفسهم حاجة واحدة. الك ده تسميت امريكا والاف تسميت اوروبا وانجلترا. الاف دي يا سي دي الحريقة المسؤول عنها زيوت الطعام. الطبخ والحاجات دي. لما تعرف اه سبب الحريق نفسه او ايه هو نوعه? ازا كان الف ولا بي ولا جيم ولا دل. اي بي سي دي اي. هتعرف ازاي تتعامل معاه? بمعنى هتعرف تختار انهي طفاية مناسبة لنوع الحريق ده. وكمان هتعرف المخاطر الموجودة عن الحريق ده. كل حريق اختلف على التاني. اه دي انواع الطفايات برضو لاحز اختلاف الكود. ازا دي بالنسبة لكود البريطانية او الامريكية. مراجعة سريعة على انواع الطفايات الاي بي سي دي. انا مرة احطتها بالعربي في الاول وكنا بالانجليزي اللي عايز اشوف الكلام ده. طفاية المية زي ما احنا شايفينها. انا مكبر الشكل للكتابة اللي على الطفاية بيسموها لابل. كل طفايات العالم لازم يكون عليها ازاي تشغل الطفاية? بلغتين على الاقل. هنا موجود عربي وانجليزي. وبيكون معها انها لا تستخدم في كزا وكزا. بنوع الحرق المعينة. دي مسلا لا تستخدم حرق الكهرباء. طبعا طفايات مية هتستخدمها على حرق الكهرباء هتطول على الدنيا اكتر يعني. اه البي والسي. ودي التكلم ده كله. السي هنا الفوم بتاعة الحرق المتسبب عنها المواد السائلة. زي قلنا الشحوم والزيوت وغيره. ميزتها ايه? تشوف. مبدأ الاطفاق فاكر لما قلنا التبريد. والخنق. فاكر كلام ده. والعزل. العزل ماك تعزي المواد المشتعلة. تمام. دي مميزات الطفايات. الرغوة. الحرائي اللي نتجي عن سوائل قابلة للاشتعاد. تمام? دي برضو خنق. دي بتعمل تبريد وبتعمل غطى على النار. بحيس انها تمنع وصول الاكسجين. فعشان النار ما تزدش. ده بسم خنق وتبريد. البودر. البودرة الجافة. دي يميلة جدا لانا بتستخدم في اكتر من نوع. تلات انواع. نشير حرائق ايه وبي و سي. والحرائق الكهربية كمان. برضو خنق. اللي هو اسلوب الاطفاق يعني. اه بمميزاتها. دي يميلة جدا. الطفاقة مشهورة جدا في العالم كله. عيوبها انها بتحجي بالرؤية. ما تقومش بوظيفة التبريد تماما يعني زي الفوم او المية. الرغوة او المية. اه بس تغيب عنها وتهيالك انت طفت الحريق ممكن تتجدد تاني. فعشان كده من ضمن قواعد الاطفاق الحريق. هتيجي لوقتي في الاستخدام. ان انت وانت بتطف الحريق. عمرك ما تدي ضهرك للحريق. تفضل بتتعامل مع الحريق بالطفاية. وعينك على الحريق اللي ده ممكن بسرعة تشتعل تاني. ده سانيك شده الكربون برضو خنق. ازاي استعمل الطفاية؟ شيل مصمر الامان بالجنب. امسك الطفاية بايد وخرج خرطوم الطفاية بايد تاني. جرب ثواني او ثانية انها تشغالها او لا. التالتة بتحرك. بتحرك الخرطوم اللي في ايدك ده يمين وشمال على قاعدة اللهب. احنا بنطف النار في قاعدة من تحت مش من فوق على اللهب. الخطوة اللي هي الاخيرة قولنا التحريك. والتالتة اللي هي الكابس انك تجبس الطفاية اليد عشان تطلع مادة الاطفاية اللي موجودة داخل. بس يا سيدي وان شاء الله يكون نفعناكم بحاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة